مرحبا كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شرف كبير أن أتكلم في بيتنا واحد حديث الولادة أنا اسمي حمد حسين مدرس واحد حديث الولادة إن شاء الله المخاضرة تبقى خفيفة أتكلم عن البين لكن من غير بيني طبعا النهاردة يوم مهم جدا نحتفل به باليوم العالمي للحطفال المبتسرين مصر للأهرامات بتنور بيربل ده الإنبار ستيت في نيويورك سيتي بينور بيربل النهاردة برضو وده عالم كله زمان شايفين يعني بينور بيربل لأن فعلا اليوم ده يوم مهم جدا في حياة أطفال كتير عايشين دلوقتي بعد ما كان الأمل في حياتهم ضعيفة حابيني النهاردة نتعرف هو إيه البين ده أصلا البين ده فريند ولا أنيمي هو النيونيتس بيحسوا بين ولا لأ إيه الباسوي بتاع البين في النيونيتس إيه اللي ممكن يسبب البين والإفاكت بتاعه عن النيونيتس إزاي نعمل assessment للبين إزاي نعمل management للبين فيه تعريف للبين عملية International Association of Study of Bain فيه association اسمها كده بتقول إن أي unpleasant sensory أو emotional experience حضرتك بتحسي بيها سببت damage أو ما سببتش damage ده بين وفيه ستة نوتز زيادة على definition ده إن البين ده personal experience الواحد بتعلمه مع الوقت إن البين شود بي ريسفكتد وإن البين ليه adverse effects وإن مش دايما بنعرف نعبر عن البين بالطريقة الverbal وإن فيه فارق ما بين حاجة اسمها النوتيسيبشن والبين إيه الفارق ما بينهم؟ النوتيسيبشن إن حرارة تتعرض لأيريتاند ستيمولانت بس مش شرط الأيريتاند ستيمولانت ده يسبب بين يبقى الكلمتين دول مش زي بعض النوتيسيبشن عشان يسبب بين لازم يوصل للبين سنتز عشان كده ممكن يكون فيه نوتيسيبشن من غير بين وممكن يكون فيه بين من غير النوتيسيبشن فيه تعريف بقى سهل أول البين بين is whatever the patient say it is يعني هيقول أنا طوام ما قال البين يبقى عنده بين existing whenever he say it does أو ما يقول أنا عندي يبقى هو فعلا عندي بدأ البين رجل ده اسمه ديسكارتي في قرن السبعتاشر لما لقى إن الناس اللي عندهم أمبيوتاشن الليمب اللي مش موجود بيحسوا فيه بالبين يبقى البين السنتر بتاعه في البين جاب عدد الرجل ده اسمه von heller بدأ يفرق السنسوري فايبرز عن المسلز وبعدين الرجل ده اسمه بيير جان جورج بدأ يحط الجوز الاموشنال بتاع البين في الديفينيشن وبعدين بشعت بدأ يحط ويفرق يعني اسم بساتيك وطبعا الجيت سيوري بتاعت البين إنه هو فيه فايبرز معينة لو استيميوليتد الجيت بيفتح فيه فايبرز تانية لو استيميوليتد الجيت بيقفل طب هو البرين ده فريند ولا انيمي حيانا لقيت أرست وكاتب بيقول the aim of the wise is not to secure pleasure but to avoid pain يعني احنا هدفنا كلنا مش اننا نتبسط ان احنا من ايه من اتقلمش وبعدين رجع آل تاني ويكان نتعلم وزاوت بين انا مش عارفه عايز ايه ماشي وطبعا فيه معضلة فلسفية اسمها the dilemma of pain مش هدخل فيها لاننا حتى الوقت مش فاهمها بس البي بي سي كما زي من خبر بيقولوا ان فيه لعنة ان بعض الناس بيحسوش بالبين تي مرض اسمه congenital insensivity to pain طب ايه اللعنة في كده مده جميل اقولك لا الناس دول بيتعرضوا الانجريز كل شوية وكمان الناس دول بيموتوا بدري من الانجريز ومن الدبريشن وبيخشوا في سويسايد طب هما النيونيتس بيحسوا بيين اه تعال بقى نشوف بعض الايه الخرافات والحقائق عن البين في النيونيتس هما النيونيتس مش بيحسوا بيين لا بيحسوا بيين من الاسبوع العشرين والأكسفورد يونيفرستي منزلة بتقول ان بيبز في البين like others عن طريق الام ارآي ستاديز اللي عملوها في النيونيتس الراجل ده بقى عرقل عظيم والطاريخ ده طاريخ عظيم انا انت ده 31 يناير 87 عمل اول ستادي عن نيونيتس اللي بيخشه سيجري من غير انسيزي وده اللي كان بيتم قبل كده ولقوا ان العيال دي كانت بتموت فعلا بدأ يحط فنتانل ولقوا ان الاوتكم من الاطفال دول كملوا ومن ساعتها بقى الـ guidelines of pain management حاجة اساسية فهم النيونيتس هيفتكروا البين يعني نتعرضولو الحقيقة ده هم مش بس بيفتكروا ده هو السوري بيتعلم عليه يعني لما بيحس بالبين بدري كده بيفضل طول عمره السنستيف للبين اكتر من اللي متعرضش للبين في السن ده في حاجة اسمها هايبرالجيزيا هات سمعنا قبل كده الهايبرالجيزيا دي اللي هي زيادة السنستيفي للبين يعني انا اشكوا واحد يقول اي اشكوا واحد تاني يسرخ طب ليه يسرخ لانه اتعرض للبين بدري في حياته طب النيونيتس مش بيعملوا reaction للبين يا دوق ما هو نايم تلحضانه لا الحقيقة لا ده فيه physiological signs of pain تلاقي الفيتال داتة بتاعته كلها بتتلغبط وفيه بايو كيميكال ساينز للبين تلاقي الهرمونز بتاعته والميتابولايتس بتاعته تلغبط طب انا مش عارف اعمل assessment للبين في النيونيتس رحية لا فيه كتير قوي من الassessment tools اللي موجودة في النيونيتس هنقولها من نهاردة في المحاطر طيب ايه هو البين بسوين شايفين الصورة دي بتبين عند الاسبوع السابع بتبقى نيرف اندين بري اور وبعدين عند الاسبوع الحداشر تبدا تبقى تبقى الفيس وفي البونز وفي الصورة وتقعد تزيد لحد 30 اسبوع ما بيحصل مالينيشن كمان لليل سباينال كورد وبيبقى فيه فول نيرف السيستم عند البيين ودي أورتيكل اسمها ذرياني في افنينيت البين امفحكم انتو تقلوها تتكلم عن الموضوع وكل التفاصيل طب هو الديفلومنت اوف بين بيتم اززاي فيه بين باسويز في حاجات اناتوميكال في حاجات فيسيولوجيا عشان البيين يحس بالبين البين باسوي طب هي ascending و descending من اول الاسكين لحد البيين زي ما انتو كلوكو عاربين الاناتوميكال الديفلومنت بيتم من الاسبوع العشرين يبدأ يحصل حاجة اسمها ديندريتك اربوريزاشن وبعدين ميلينيشن وبعدين عند الاسبوع الاثنين وعشرين يبدأ الكنيكشن مع السنترال نيرف السيستم تسيولوجيكال كمان النيونو ترانسميترز تبدأ يحصل ابريجوليشن للريزيبتور اسناعة البين وده الباسويوف بين مشروع في النيونيتس في كل التفاصيل وده البريم سنترز اللي بتحس بالبين في النيونيتس طيب ايه اللي ممكن يعمل بين في الحضانة؟ ده كاترة هو السؤال هو ايه اللي ما يعملش بين في الحضانة؟ ده بيقولك لو بتعمل دياجنوزز بتعمل هيل بريكينج او بتاخد عينة ارتيريال او بتعمل لومبر بانكشور او حتى بتفحص الريتنا كل ده بيت طب بتعالج بتركب اسطرة بتركب سنترال لاين بتشفط بتعمل شست فيزيو سيرابي انا حس انتوا بحالش هتقربوا من العيانين بعد كده جفاش بتركب رايل بتركب بتبدي ميكانيكال فينتليشن درينيج سوكشل ريموفل ايه ربق دي بعد اذنكو ريموفل اوف ادهيزف تير بنشيل البلاستر انت متخيل؟ ده بينفول؟ جرب بنفسك ماشي؟ طب سيرجيكال بقى اي سيرجري طبعا بتبقى بينفول البيبي ماترنالسيب اصلا كونه بعيد عن منطو اوه ده في حد ذاته حاجة فيري بينفول النويز زي كنا لسه حضرتكم بتقول النويز دي حاجة مجعيجة وحاجة صعبة جدا بيقولك ان الساوند ليفل في النيكيو شود ريمين بلو زيليف نورمال كونفرزيشن يعني انا بتكلم حركة السيك عامل ايه؟ ده صوت عالي لبنينيز حد شايف الجهاز ده بكده؟ جهاز مه نويز ميتر ده بيتحط في الحضامة وبينور احمر او اصفر او اقدر حسب الدوشة في الحضامة طبعا ده عندنا فرق اوه يشتمنا وموجود بره انا شفته شخصية طيب ياريت على صوت الموبايلات ياريت على صوت الموبايلات التواصل ما بين البشر في الحضامة صعب جدا يعني موزق طيب هو ايه الفيكت؟ طيب يبت انت متضايق ليه كده؟ هو البنت هيعمل ايه في البيبي يعني؟ لا خد عندك بقى ده حاجات ميديت وفيه حاجات ميديت 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 الفيتال كباستيات اللونجو بتبوز بتزود الديمانس بتاعت الكارديو فاسكولار سيستم الميتابوليزم بتتلغبط اندوكراين الهرمونز بتتلغبط وكمان بيحصل كتابوليزم يعني انت بتحط البيبي في كتابوليك ستيت فمش عارف تكبره ومش عارف تساعده انه يفاية الانفكشن او يفاية اي مشكلة عنده في الفنتيليشن كمان الفيتال تلاقي الهارت ريت والبلوت ريشار متغيرين انت ركين البشر بيزيد المسل تون بتزيد يحصل دي ساتوريشن للعيان وتلاقي الاكسجين نيبز بتاعتك زادت كارديو فاسكولار تلاقي الهارت ريت والبلوت ريشار بتاعك بيزيد وانت مش عارف ليه تبدأ تدي احاجة انت هيبرتنسيف مع انك المخروض تدي انا الجاسك وكمان البريفرال فاسكولار ريزيستنس بتاعت العيان بتبوز فيزيد الاكسجين كونسامشن ريسباراتوري البيتال كباسي بتاعت اللونج تتأثر وبيزيد الانسباراتوري والانسباراتوري تراشر هورمونال بيحصل سيرجوف كورتزول في الاول وده دامجينج للبيبي عن اللونج تيرب بعد شوية الاكسس بتاع الهايكوسالاميك بتوتري ادرينا الاكسس بيبوز فميبقاش عنده الريزيرف انه هو يمانج الستريس كونديشن الجلوكاجون بيزيد والانسولين بيقل فيحصل هايبرغلاسيميا جينيتي يوريناري بيحصل سولت اندووتا ريتنشن لان الدوستين والمورنين بيبقى وكمان بيحصل هايبوكاليميا ويقل اليورين اوتوت الجي اي تي قل الجاستريك امبتينج هو ده كل عانين اللي عندنا صراحة بيحصل فيهم كده مسكولي سكريتل يحصل مسل سبازم ويحصل ايموبيليتي وستازز في المسكولي سكريتل سيستم اليميون سيستم كمان نتيجة البين بتبقى دي برازت فيبدأ يحصل انفكشن وسابسيز وتبدأ انت قدرة النيونيت على انه يتفايت الانفكشن بتقل جدا مع البين كوجنيتف بيحصل له حاجة غريبة قوي يبدأ انه هو يبقى اريتيتد مجرى ما حد ما يجي جنبه يبدأ يتحول لشخص اريتابل وحتى لو محدش جاء جنبه هو على طول ايه؟ متضايق وعلى طول خايف وعلى طول مخاون اللي قدامه بيحصل بيحصل فلكسين واداكتين لللمب كسيمبل موتر رسبونس للبين يعني مع البين ليه بدأ يحصل فلكشن واداكشن لللمب وكمان الفيشل اكسبريشن دي مهم او ان احنا نعرفها ده تناهي براوس بتاعته بالمنظر ده ايه بالمنظر ده النيزوليبيا الفولد تبقى ديبن دوبينة الفورهيد يبقى بولجن، النوز تبقى برودند، الشيكس تبقى ريز، الماوس بتاعه يبقى اوپن كل دي علامات تقول انه هو انبين وبعدين الراجل انا انت ده عمل دراسة جاب شوية ادلتس كده محترمين عادهم جنب نيوناتس بيعيطه نتيجة انهما جعانين ونيوناتس بيعيطه نتيجة انهما انبين وبعد شوية بدأ يحط النيونات اللي هو مش معروف عنده ايه مع الادلت ده فالادلت يقول له ايه ده بيعانت عشان جعان مين اكتر حد بيعمل موضوع ده الام الام تبقى عارف ده جعان لا ده فيه حاجة واجعان تمام طبعا احنا كده كترة في الحضانة ما اعتقدش ان احنا بنحس بان ايه هو جعان ولا فيه حاجة واجعان طب ايه اللونجو تيرم افكتس يعني هو حاجة بسيطة كده هتروح لده ده بيهيفيرول ديفلوبمينتال ديلي سي نايس هندكاب ويموشنال ديس اوردرس وده اكوردنج لستادس اتعاملت على الاطفال دول لما كبروا بعدهم 18 سنة و 20 سنة طيب يا دكتور هنعمل ازاي اسيسمنت للبين الحقيقه فيه كتير من الاسكورز اللي موجوده بتاعت البين اساسمين مش مطلوب نحفظها ولكن مطلوب نتعرف عليها وتبقى مضبوعة ومعاينة في الحضان عشان نعرف نستغلها اول بروفايل اسمه بريماتيور انفانت بين بروفايل ده حضرتك بتشوف الاتمز دي لو فيه تشينج في الهارد ريت نقص فلوكشن ساتوريشن البولجيك بتاعت البراء والأي سكويز والنيزوليبي الفولت مع الجيستيشن ال ايج وكل حاجه مكتوب هتديلها سكور كام وكل ما السكور بتاعك يبقى زياده كل ما يبقى فيه بين لو أقل من خامسه يبقى ما فيش حاجه من ستة العشرة لازم تعمل سيمبل ميجرز تهدي بيها البي فوق العشرة لازم تكون صالح سينيور وتبدأ فيه انالجيسي طيب الاسكور اللي بعديه اسمي يونيتا البين اجتيشن انسداشن او انباس ده بيشوف الاتم هناخدها بالتفصيل بيشوف الكريم بيدي مينس طول لو مفيش ريسبونس مينس وان لو بيبي بيعمل مونينج بلاس وان لو ريتبل و بلاس طول لو بيعايد هاي بيتشت البيهيدرال مينس طول لو مفيش اي ري اكشن مينس وان لو فيه ليتل سفونتينيوس موفمينت بلاس وان لو فيه ريستلس او او اويك بيتحرك وعلى طول بلاس طول لو بدأ يرفز كيكينج وقارشينج وكلام ده كله الفيشل اكسبراشن زي ما انتو شايفين لو لقيتها كلها بادي بلاس طول وكل ما الاكسبراشن بتقل بقلل الاسكور بتاعه الاكستريميتز كمان باشوف التون هل فيه هاي تون انترميتنت كلنشن للفينجرز بادي بلاس طول او فريقونت كلنشن للفينجرز والبيبي تنس بادي بلاس طول واخر حاجة البيتال ساين هم هنا مدين ارقام تدي على اساسها الاسكور بتاعه فسهل قوي ليبقى معي ده بيدي اف وانا في الحطانة ابصى على البيبي بتاعي وعمله اساسي فيه سكورز اسهل من كده نيو نيتل او نيو بورن انفان باين سكور فاشل اكسبراشن وكراي 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 وارمز ولايكس وستيتو فقراوز وابدأ برضو اديهم السكور بتاعه فيه حاجة اسمها ويمبر هتسلم معانا قبل كده ويمبر اللي هو يتزمر يعني مش شرط يكون بعيد لو فيه صوت مش مفهوم ده معنان البيبي ايه برضو انبايد الزكور ده اسمه فوق الزيرو يبقى هذا المنمم وعشرة هذا الماكسمم في حاجة بقى أخيرة ده مستخدمه في الانتراه كتير قوي هو برضه بيشوف ومسليب باترن والإكسيبريشن والكراي والكالر 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 والأكسيب والأكسيب والنيرسي وبيحطه للسكور موضوع ساعد خالص انت مجرد بتحط الايد باند باند تدينه زيرو أو وان أو طول خلي بالكو ان الفيشل إكسيبريشن ده الوحده سكور كي حاجة اسمها نيونيتا الفيشل كودينج سيستم انت تفهم شكل البيبي الايبراوز والايسكويزين والديبريسنج والديبريسنج للنيزوليبيال فولد وفتحة بققه والفيرتيكال ماوس والهوريزونتال ماوس والهوريزونتال ماوس والتوات تانج والتوات تانج اللي هو يعمل كوبينج للسانه التشين كويفر انه يضل التشين بتاعه وتحرك كتير اللي بيرسنج كان يقوله حرف الأو والتانج برضه بتحطي لها سكور وأكورنج للسكور الماكسمم سكور للفول تيرم تسعة وللبري تيرم عشر شايفيني الأشكال دي تخيلوا بقى أول واحدة على الشمال خالص ده تا تا كراين وإنبان والتاني كراين وإنبان التاني كراين بس ميش إنبان الرابع كراين وميش إنبان الخامس والسابس ميش كراين أصلي ده معمولة لألاف الأطفال وبعدين جميعوا الصور دي أقرب حاجة عشان تبقى عارف ويعيط ليه أصلي شايفين الصور دي اللي أربعة لع الشمال البيبي قاعد مع أي مشابس بدأ أول اثنين خالص على اليمين يعملونه Light Stimulation وآخر واحدة بقى ده بيأخذوا منه عينة شايفين منظره طب فيه حاجة اسمها Comfort Checklist جيت تتباع كده بتشوف البيبي Comfort Ventilated GIT Infusion Medication وتبدأ تعلم النيرس على كل ايتيم وتقول لك الدكتور Comfort Checklist النهاردة بتعطي البيبي كويسة أو لا طيب هنمانج البان ازاي؟ مش كل حاجة فرماكولوجيكة تي حاجات نان فرماكولوجيكة للبيبي أول حاجة environmental هدي الأداء جده جده داخل حضانة لما يبقى فيه حالة critical تقليل الإضاءة تقليل الإضاءة تقليل الإضاءة تقليل الإضاءة عندما تكون عندك استرس يحس البيبي يعني هو يحس لماذا؟ لأنك تتعامل معه بعنف سوكروز سوكروز ده موجود للأسف مش موجود عندنا بس موجود بره هي أمبولات تتفضى في البقط طعمها حلوة قوي ونعمول عليها تكرين ريديو إن هي أنالجاسك في النيوبورن إنفانت اللي بيعملوا باين في البروثيديو طب إحنا ممكن نستخدم غلوكوز ممكن بديل لي؟ الأحسن الاثنين مع بعض طب البريست فيرنج الحقيقة البريست فيرنج اللي واحده بيقل الباين لقوا إن الساكلينج بيعمل ديسوشيشن للبيبي عن الحاجة اللي تتعامل دلوقتي وكمان طعم الملك الحلو والسكين توسكين اللي بيحسن ثلاث حاجات دول يخلدوا البيبي اللي بيصحب له عينة وهو على صدر مامته ما يحسش بالوابع تي حاجة اسمها النيوترتيف ساكلينج إنه يساكل بس من غير نيوتريشن عن طريق النبلز أو عن طريق تحطى على الأم بس من غير ما يكون بيعمل ساكلينج أو عن طريق ساكلينج وده الفرق ما بيت شكل البيبي اللي بيعمل فيدينج وشكل البيبي اللي بيرضع كما بقوله على الفاكل تي حاجة اسمها فاسيليتات التاكلينج اللي انت تشيل البيبي وانت تعمله فلكشن بوزيشن ده بيهدي البين جدا معاه سواء بقى من ييمه برون أو من ييمه على جميع وطبعا الاسكين توسكين أو الكنجر ومودر كير والسواثلينج دي حاجات كتير جدا بتقدم أو بتقلل البين عند البيبي الميوزيك هل تسمع قبل كده عن ما بابا الميوزيك ده؟ أه وايت نويز نيتشر منزيلة بيبر ميوزيك ثيرابي فور نيونيتا السترس بصي بيعملوا بره؟ ده مين ده؟ تيه كتار حد قعد بيعزي طبعا في مصر اللي عملنا يحصل ايه؟ هيبقى ده المانطبين طبعا العائلة هتجيلها تخبر تيه حاجة اسمها ملتي سنسوري ستيموليشن ده جديدة ان انت تعمل كل ده مع بعضه وتبدأ تكلم البيبي بصوت واضح تقول له احبارك ايه؟ عامل ايه النهاردة؟ اه ماما موجودة؟ ما تخافش؟ ايه ده هاي يحس بدا؟ اه الله عظيم بيحس وكمان تبدأ تبصله eye to eye contact تبدأ تعمله مساج كل الحاجات ده بيسموها ملتي سنسوري ستيموليشن فيحصل ان البين ريليف يبقى فضيع طبعا طب فارماكولوجيكال هندي ادوية ايه؟ في حاجات الوكال في حاجات جانر ده سلايد مهم جدا ماشية ستيب وايز ابروش في البين مانجمينت في اليونيز ده ما انت شايفين كده بيزلاين انت بس تأفويد البينفول البروسيدور وخلاص التير وان او تاير وان لو في حاجات زي الهيل بريكينج وخلافه كثيرة كده تعمل حاجات نون فارماكولوجيكال طب التير تول او الحاجات مور بينفول ممكن تحطها بالكالانسيزيا وهم كببين على كل ايطم من دول ايه البروسيدورز وتعمل معها ايه؟ بعد شوية ممكن تدي فاراستامول بعد شوية ممكن تتزود اللوكالاناتيزيا واخر حاجة خالص الحاجات زي الووند تريتمنت او اللمبر بونكتر والسيجري لازم تدي معها ديب سيديشن او اناسيزيا هنا برضو الجدول ده بيقولك لو بتحفد عيانة ممكن تدي سوكروز ممكن تتخط الاملا كريم والاملا كريم ده عباره عن لوكالاناتيزيا ويتحط على الاسكين قبل ما نعمل نيدل فيه بس نخلي بالنا نستخدامه كثير بيزود ديزير اسمه متلمجلوبيني طيب ايه الحاجات التانية؟ البروسيدورز او البرفالجان او البرفالجان او البرفالجان بس خلي بالك ان ده بيبقى وما ينفعش في السيرجيكال بين ما ينفعش حد عامل عملية وتقولي نحطه على بارستامول بارستامول تالو مصدق طيب ايه الحاجات بقى لتعمل فعلا اكتشوال بتقلل البين الاوبييتس او المورفيا والفانتانيز طيب والدورميكم فين؟ طيب دورميكم ده ايه؟ سيداتيف طيب هو بيساعد في ان البني ايه؟ او بيساعد طيب لو ان حطت عين على دورميكم بس كده فهو بيتقلم؟ لا ده مش بيتقلم ده بيدي عليك يعني يريك بيتقلم بس ده بيدي عليك وهتروح بهنم ليه بقى؟ لان انت منيم واحد ونخليه مش بيقول انا عندي بين وهو عنده بين يبقى لو هتعمل سيداتيشن بعد ايه انك لازم تحط ان الجاسد مع السيداتيشن؟ وتبعلكم تعمل سيداتيشن ليه اصلا؟ لو هنعمل هيل لانسنج او هناخد كابلاري ممكن نحط البسيفاير بالسوكروز او نحط الاملة لو هنعمل فينس كاستريزيشن برضو السوكروز او السوادلينج او الاملة لو هنحط امبريكال فينس لاين نفس الكلام لو هنركب بيك لاين نفس الكلام السنترال لاين ممكن ادي معاه جرع معك من المورفيا او الفنتانيل متلاقش خالص ادي جرع الفنتانيل والدكتور بيركب سنترال لاين البريفيرال لاين او الفينس كاتداون نفس الكلام لو بتعمل نمبر بونكتور تحط الاملة كريم قبل ما تاخد العينة بتاعتك لو هتدي ايام انجكشن تحط الاملة كريم لو هتعمل ايتي تيوب انسيرشن ممكن تدي جرعة من الابياتس تخلي بالنا وفيه حاجة اسمها رابد سيكوينس انتيوباشن بيعملوه اكتر الناس توقع التخدير بيستخدمه الاتروبين والصايوب انتال والساكسنايل كلين اسم احنا مش بنستخدمها في المقبض ولو انها هي من الحاجات اللي بتعمل ساكسسسول انتيوباشن وبتقلل الهزردس بتاعك البين اللي بيحصل مع الانتيوباشن وكمان لو نركب رايل ممكن تدي البيني بلوكوز او سوكروز اثناء تركيب الرايل لو بتركب شاس تيوب ممكن تدي الاملة كريم بيش محتاج تدي سيديشن وكمان فيه حاجات فيوتشر بقى بيقولك الريجونال انالجيزيا والسيكوينشال روتاشن انالجيسيكس والالترا سمول دوزز من الابياتس او من الفنتانيل واتمنى ان احنا في نهاية المحاضرة نكون كلنا بقينا الى حد ما بين مانجمينت سبيشيليست ودي الريفرنس بتاعتنا وشكرا جزيلا للحضرات اشتركوا في القناة شكرا جزيلا للمشاهدة لا تيشيلا ل Argentina اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة